تتزين السفر الرمضانية في المدينة المنورة بمشروب السوبية حيث تتميز به عن بقية مناطق المملكة يعتبر السوبية المشروب الشعبي الأول لأهالي المدينة في شهر رمضان المبارك لنتعرف أكثر على التقوص الرمضانية في المدينة المنورة وعن مشروب السوبية معنا مباشرة من أحد محال بيع السوبية بالمدينة مراسل النواع الرفيق أهلا بك وائل معنا يعني بداية ما صحت أن هناك كذلك يعني عائلات توارثت صناعة السوبية منذ أكثر من خمسين عام وأصبحت يعني هذه الأسماء أشبه بماركة مسجلة نعم أهلا حسن وأهلا بأسادة المشاهدين الكرام فعلا هذا صحيح ونحن نتواجد الآن في أشهر محل لبيع السوبية بالمدينة المنورة وهو يختص بعائلة الخشة هذه العائلة والتي توارثت هذه المهنة أبا عن جد ولهم في هذه المهنة أكثر من مئة عام معنا المعلم صالح خشة معلم صالح نود أن تحدثنا عن السوبية وعن تاريخها وعن يعني توارثكم لهذه المهنة والله نحن توارثنا فيها من يعني أنا ليه في الصنعة هادي من خمسة واربعين عام خدت من الوالد وعم عالي رحمة الله عليه والوالد وعم عالي خدوا من جد طيب نتعرف مصنوع السوبية مصنوعه من أيش المحصور الشعير المديني نغربه ونطحنه ونصفيه ونعجنه وتصير جاهزة للشرب السوبية هي هذه الأساس والحمرة هي محطط لها نكهة الفراولة هذه اللون الأحمر والتمر الهندي هذا مشروب خاص والليمون بالنعناع هذاك من الليمون بالنعناع برد هذا مشروب جديد ظهر وهو مشروب النعناع طبعا هذا يعني بإلا الريق ومهدي العصاب من نعناع المدينة المنورة ايه من النعناع المدينة المنورة والليمون بالنعناع المدينة معلم صالح فيه دايما هازيج تقوله أثناء بيع السوبية برد على قلبك يا عطشان ساقي بعد الساعة خمسة ما تلاقي أشرب سوبي الخشة وتمشى ساقي بعد الساعة خمسة برد على قلبك يا عطشان ساقي بعد الساعة خمسة ما تلاقيه جبر المليح جبر المليح جبر المليح طبعا سوبي أخيرا معلم صالح لابد أن تخدم باردة باردة ايه شو بتلج عليه باردة ايه حشد ايش شو دا تروي طيقة العافية شكرا لك شكرا لك انتمنى لك ان شاء الله تعالى رمضان مبارك علينا وعليك شكرا حسن يعني على ما يبدو أن السوبي تتطور كذلك شكرا جزيلا لك من المدينة المنورة مرسلنا والرفيق شكرا لك